الرئيس ترامب يرد على كبير مستشاريه للشؤون الاستراتيجية السابقة بعدما قال الأخير أن اجتماع أعضاء حملة ترامب الرئاسية بمحامية روسية خيانة وأمر غير وطني في تصريح لاذع قال الرئيس لم يكن لستيف بانن علاقة بي أو بالرئاسة عندما طرد لم يخسر عمله فقط بل خسر عقله وآتت هذه الكلمات بسبب هذا الكتاب الجديد النار والغضب في بيت ترامب الأبيض والذي نشرت The Guardian ومجلة نيويورك أجزاء منه استهدف بانن دولارد ترامب جونيور وجاريد كوشنير وبول منافورد وكلهم كانوا قد التقوا بالمحامية الروسية التي كانت تعرض أسرارا قذرة عن حملة هيلاري كلينتان الرئاسية يقول بانن في الكتاب شبان الحملة الثلاثة ظنوا أن الالتقاء بحكومة أجنبية في غرفة الاجتماعات الواقعة على الطابق الخامس والعشرين من برج ترامب ظنوا أنها فكرة جيدة ومن دون وجود أي محامين ويضيف حتى إذا ظرنتم أن هذه لا تعتبر خيانة أمرا غير وطني أو سيء كان عليكم أن تتصلوا بمكتب التحقيقات الفيدرالي واستمر قائلا سيقبضون على دون جونيور على التلفزيون الوطني المتحدث باسم البيت الأبيض سارا ساندرز قالت أن الكتاب مليء بالخيال القذر وهكذا وصفت للدفع للرئيس تعلقات بانان المتفجرة استخفت بقدرة البيت الأبيض على إنكارها وتشويه سمعة التحقيق المعني في إمكانية تعاون ترامب مع الروس وتدخلهم بالانتخابات فبنا يقول في الكتاب أنتم تدركون أن هذا كله يدور حول غسيل الأموال الكتاب الذي كتبه الصحفي مايكل وولف فيه بعض الكلمات القوية عن ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر أيضا جارد وإيفانكا قرروا أن يقبلا بأدوار في الجناح الغربي رغم نصيحة كل من يعرفهما بعكس ذلك قام الاثنان بصفقة جدية إذا سنحت الفرصة في المستقبل ستكون هي من تترشح للرئاسة ورحبت إيفانكا بفكرة أن الرئيسة الأودى لأمريكا لن تكون هيلدي كلينتون بل ستكون إيفانكا ترامب إذن حاول الرئيس والبيت الأبيض إبعاد أنفسهما عن ستيف بانن ومن الواضح أنهم سيحاولون التقليل من دوره في كل شيء حدث هنا خلال فترة عمله بالبيت الأبيض حتى أنهم قالوا أنه لم ينفلت باجتماع مع الرئيس إلا لمرة قليلة فقط ولكن يقول أحد مسؤول الإدارة أن ذلك غير صحيح فقد كان ينفرد بالرئيس طوال الوقت وكانت لديه صلاحيات الدخول إلى المكتب البيضاوي في أي وقت والواضح هنا هو أن تحقيق روسيا هذا ما زال أمرا حساسا جدا بالنسبة للرئيس شكرا للمشاهدة